موسيقى حرارة التفاعل مع الأسير ماهر الأخرس تلهب مواقع التواصل الاجتماعي ولهب حرائق سوريا وفلسطين ولبنان تشعل تويتر وفيسبوك بتعليقات وتغريدات تتفاوت بين الحسرة واللوم وفي أنتم أونلاين لهذا اليوم هل تطابقت رغبة ترامب بإلغاء المناظرة الثانية أمام بايدن مع رغبة الناخبين الأمريكيين وأيضا نتشارك معكم التحدي الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية على السوشيال ميديا في اليوم العالمي للصحة النفسية أهلا بكم مشاهدينا أهلا بك ساجة مرتضى في هذه الحلقة مرحبا محمد إذن معركة الأمعاء الخاوية مع الأسير ماهر الأخرس ومزيد من التفاعل والردود الفاعل على السوشيال ميديا التضامن يكبر أكثر وأكثر مع الأسير ماهر الأخرس بعد 76 يوم من إضرابه عن الطعام وتدهور وضعه الصحيح ورفضه كل الصفقات التي اقترحها على الاحتلال الإسرائيلي عليها متمسكا بالمطالبة بالإفراج عنه وبإلغاء اعتقاله الإداري بشكل نهائي مركز فلسطيني دراسات الأسرة طالب بدوري بالتحرك السريع من قبل الجميع وعلى رأسهم السلطة الفلسطينية لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس عمره 49 عاما من مدينة جنين ووصفت أنه يتعرض للموت لسبب إضرابه عن الطعام طبعا كما بات معلوما سجى الأسير ماهر الأخرس يواجه الاحتلال من خلال خوضه معركة الأمعاء الخاوية هو ممنوع من رؤية أولاده وزوجته التي تغريدة التي أيضا دخلت في إضراب عن الطعام تضامنا مع زوجها كانت قناة الأقصى طبعا والجهاد الإسلامي عبر القياد خالد البطش خلال وقفة تضامنية في غزة نقول للعدو إياك أن تخطئ في تقدير الحسابات والموقف فلن نسمح ولن نقبل منك إلا حرية لماهر وإن حصل له مكروه والسشهد فإن حركة الجهاد الإسلامي ستعاقب هذا المحتل وسيدفع العدو ثمنا باهضا لهذه الجريمة بدورها يارا العلول تقول أما حان وقت انتهاء الانقسام البغيد ونتطلع لقضيانا الوطنية ومطالبة لحرية أسرانا جميعا دون قيد أو شرط الكثيرون عبروا عن محبتهم وضمونهم الكبير مع الأسير الأخراس أميرة تقول أن الإضراب المفتوح الذي يأخذه الأسرى الفلسطينيين بشكل عام في سرون الاحتلال هو بمثابة صرخة حق وحرية في وجه السجان الظالم أما زين فنشر مقتطف من مقابلة كانت أجرتها الميادي بأخرا مع الأسير وهي مقابلة حصرية يقول إما الحرية بين عائلتي وأطفالي وإما قتلي باسم عدلتهم الزائفة وطبعا المساجن هو عدم التقطيع الإعلامية من كثير من وسائل الإعلام العربية لهذه الحالة تحديدا ولقضايا الأسرى المعتقلين في الزجون الإسرائيلية بشكل عام يتفاعل الطايم لاين في لبنان على تويتر والتزامن مع عرض محصري من الإعلام الحربي لوقاء معارك الاقتصاير 2013 بين الحدود اللبنانية السورية طبعا تلك المعارك التي تتزامن مع هاشتاك أسرار التحرير الثاني كما في هذا الحساب الأساسي يقول الجليل من الإشارة يفهم في صورة لهذا المجاهد على الحدود مع الفلسطين المحتلة أيضا ريم شكر تقول فلقصير مرغا في التكفير ومن يقف خلفه والجليل من الإشارة يفهم أيضا يعني ألو دانيون تذكروا هذه الأحداث بالكثير من الصور والفيديوز على مواقع التواصل الاجتماع أما محمد منصور فقال في تغريداته سنعبر شمالا جنوبا سنعبر مثل خيط الشمس وتحت أجنيحات الظلام سنعبر في لجج البحر مدا من كل مكان سنعبر جوا في سماء كادة حنينها أن يفجر براكين الأرض واعتبر أن العبور هو مسألة وقت لا أكثر طبعا في كل عام في مثل هذه الفترة متنا نتخوف في منطقتنا دولنا المحيطة لبنان سوريا العراق الفلسطين المحتلة أحيانا الأردن من موجة حرائق ندري إذا كانت مفتعلة أم أننا بحاب لظروف المناخية الهواء الرطب والجاف لأنه باتت رمز أو فعل تشاؤمي للكثير من العالم صحيح لبنان سوريا فلسطين المحتلة الآن يعيشون موجة من الحرائق الكبيرة والضخمة يعني عاشها لبنان ربما في العام الماضي في مثل هذا الوقت حرائق كانت أكبر بكثير من الآن التفاعل على موقع التواصل الاشتراك كان مختلف بين التعبير عن التضامن من جهة ومن جهة أخرى الانتقاد للإمكانيات اللوجستية المنخفضة والمتواضعة أمام هذه الكارثة فادي جوني نشر فيديو من هذه الحرائق وعلق عليها بالقول شو بعد فيه أكثر من جهنم شفناها حمى الله شعب لبنان وسوريا طبعا تحبط تهوسمي لبنان يحترق وسوريا يحترق تحترق وهم الوسمان المتداولان الآن أما الممثل اللبناني باس المغني فقال الحريق يلتهم كل ما هو جميل في لبنان وسوريا وكأن قدرنا بالفعل محمد وقدر واحد في كل من عيشه من مآسي ربا حداد تقول احتراق الساحل السوري ليس عبثا اندلعت الحرائق وانتشرت بسرعة مخيفة كأنه مشهد سوريالي في بداية الحرب العمال التخريبية كانت لسيارات الإطفاء في منتصفها تم حرق سهل حمى وتربة السلامية والآن في أخيرها يحرقون الساحل خرطوشة المهزوم لكن مهلا لم نصلب بعد وأيضا في تغريدة أخرى لها مع صور الزيتون الذي محترقة حالنا من حال الشجر وفيه بس من جوة عم نحترق لبنان وسوريا الواو الكافرة لسعي تقييد طبعا نوجه تحية لكل رجال على الإطفاء الذين يعملون بجد في هذه الأوقات لإطفاء الحرائق خالد العباد نشر صورة لرجل إطفاء يجلس حزينا أو ربما يبكي خلال عمله ويقول لك الله يا سوريا نأسف على عجزنا وقلة حيلتنا أما في فيديو نشره أحدهم للحرائق المندلعة في أنحاء متفرقة من فلسطين المحتلة أيضا كما نشاهد في هذا الفيديو وكانت تفاعل أيضا على هذا الموضوع كبير جدا إسلام يقول حرائق في لبنان والأراضي المحتلة في فلسطين اللهم أجعل هذه الحرائق بردا وسلاما على أهل المظلمين المقهورين ولكن جحيما وتسعر بالظالمين الفاسدين وأعوانهم فكما أحرق بيوتنا لتحرق بيوتهم أيضا بطبيعة الحال بقى على كتر الأزمات في لبنان بنتنا نحول كل أزماتنا ونكباتنا ونكاساتنا إلى مادة للهزل والسخرية والنكات ربما تبرد الأجواء قليلا بنتنا أمس على انفجار في منطقة الطريق الجديد أو حادث لا تزال ملابساته مجهولة وصفقنا في الأشرفية على حادث مماثل أو شبيه له لطالما هذا الانفجار شكل علامة سؤال منذ انفجار رابع من آب في المرفأ وسلسلة الأحداث التي تلتها صحر تسأل هل هو عادي أن يكون هناك خزان مزود أسفل بناية بمنطقة مقتفضة طبعا تغريدتها كانت مرتبطة بتغريدة لصادق علوي يقول فيها أن تخزين الوقود حسمه القانون اللبناني منذ أيام الرئيس الأسبق شارل دباس والمفوض الفرنسي إلو حيث يجب الحصول على موافقة الإدارة المجلس البلدي طبعا في طلبات رخص استثمار المحلات المصنفة التي رعاها مرسوم المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة طبعا المصنفة وقانون البلديات وعشرات القوانين وهنا السؤال إلى أين بدوره المحلل السياسي سالم زهران يقول بين مترقة غضب الطبيعة وسندان الأهمال والجشع بلادنا تحترق هاشتاج لبنان يحترق سوريا يحترق تحترق والطريق الجديدة اليوم محمد هو اليوم العالمي للصحة النفسية وهو يوم مهم جدا يعني تحتفي بالأمم المتحدة للدعوة لكل الناس لتعزيز صحتهم النفسية الاهتمام بها إلى كل شخص يعاني من أي أزمة نفسية أو مشكلة نفسية أن يتحدث أن يعبر أن يلجأ إلى الطبيب النفسي وهو أمر غير معيب أبدا ويجب أن ينتهي الوصمة تجاه الأشخاص الذين يجأون لأطبق النفسي بل تشجيعهم أيضا صحيح يعني هاشتاج اليوم العالمي للصحة النفسية كان ترند بعدة لغات حول العالم وأيضا التركيز هذا العام هو ضرورة الاستثمار أكثر في الصحة النفسية خاصة مع أزمة كوفيد نايتين والحجر الصحي يعني جميعا عنينا خلال فترة الحجر الصحي ربما من اكتئاب أو تعب أو حزن أو ضيق نفسي منظمة الصحة العالمية قالت في تغريدة لها تقريبا يعاني ما يقارب مليار شخص من اضطراب نفسي الاكتئاب هو السبب الرئيسي للمرض والعجز ويموت شخص كل أربعين ثانية بسبب الانتحار وهي أرقام عالية جدا يعني شخص كل أربعين ثانية ينتحر يعني هو رقم مرتفع ومخيف ومؤشر تلبي أيضا بدورها منظمة الصحة العالمية في تغريدة على حسابها الرسمي تقول فيه قلة من الناس حول العالم لديهم إمكانية الحصول والوصول إلى رعاية نفسية جيدة لا تزال الوصمة والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية منتشرة على نطق وسيجب علينا التحرك لأجل الصحة النفسية لنستثمر في ذلك اليونسف بدورها على حسابها الرسمي أيضا تقول هنا تذكير هام باليوم العالمي للصحة النفسية أوقف وصمة العار لا يمكننا أن دع العار والتمييز يستمران بالوقوف أمام الشبان الذين يسعون للحصول على المساعدة التي يحتاجونها لحماية صحةهم النفسية ورفاهيتهم وبالفعل ربما نحتاج إلى الكثير من التوعية حول هذا الموضوع وحتى التفرق بين أنواع الأمراض النفسية المختلفة وما الذي يحتاج إلى علاجه منظمة الصحة العالمية أطلقت تحدي يعني تحاول تشجيع الناس فيها على ممارسة نشاطات مختلفة تحفز من صحاتهم النفسية وتبعدهم عن ضغوط الحياة اليومية لنشاهد هذه النشاطات ترجمة نانسي قنقر محمد إن شاركت في هذا التحدي ما النشاط الذي ستقوم به للترفيه الركض الرياضة لأنه كثير بتسحب منك طاقة سلبية المكبوطة فيك بتحس حالك هيك في طاقة كهربائية طلعت منك شحنة سلبية يعني هي رياضة بشكل عام مهمة للصحة النفسية وللصحة الجسدية أيضا الكثيرون وجهوا رسالة تحمل معاني من الحب التضامن يعني تعطي قوة لكل شخص يعاني من أزمة نفسية أو مرض نفسي أيضا على السوشيال ميديا اليوم ملك تقول أنت مهم اعتني بنفسك رجاء أم مارين فتقول صحتك الروحية أولا استمر في العيش وغذي الأمل فنحن هنا دائما لتقديم يد العون وأيضا في تغريدة ملفتة جدا يقول أحدهم أن الطبيب نفسي يقول عن مهنته أخيته جراحا لا ترونها وهو بالفعل يعني الأوجاع الناس كلها لدى الطبيب النفسي تكون مخفية وهو الوحيد القادر ربما على علاجها يعني حتى بحسب الحساب الذي بين في متناولي هنا أن البقاء على قيد الحياة بات معركة صعبة بحد ذاتك جدا معبرة كل يوم من الصيقز لا نضمن أن الأمور ستكون على ما يرام على الرغم من الفوضى أنت هنا أنت تحاول هذه الحقيقة ستكون دائما مهمة للغاية لا تضغط على نفسك بسبب التعثر أنت لا تخسر مزيد من العنوين سجا والمواضيع سنناقشها أيضا إنما بعد هذا الفاصل تذهبوا بعيدا مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من أنتم أونلاين بعد المنظر الرئاسي الأولى والنتيجة الفاشلة جدا لترامب أمام بايدن هل فعلا تحققت رغبته في إلغاء المناظرة الثانية كما كان يريد؟ تحقق رغبته بالفعل هو رغب أن لا تقام المناظرة الثانية خاصة افتراضيا لأنه لا يحب ذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا والبعض قال أيضا أثار جدا للموضوع كثيرا البعض قال أنه يمكن إجراء المناظرة مباشرة أيضا ليس ضرور إفتراضية مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ولكن ترامب رغب بإلغائها وبالفعل تم إلغاؤها وتأجلت المناظرة أو ستقام المناظرة الأخيرة في 22 من الشهر الجاري يعني مع مراعاة كل الإجراءات كما قالت اللجنة المنظمة الآن نكون عبروا عن امتعاضه من إلغاء المناظرة وعن أنه تم تحقيق رغبة ترامب في هذا الموضوع في هذه التغريدة يقول أحدهم المأساة الرئيسية حول إلغاء المناظرة الافتراضية بين ترامب وبعده أننا لن نرى أبدا إصابة ترامب بنوبة هستيريا عندما يقوم المسؤول عن إدارة المناظرة بكتم صوته وذلك لأنه تكلم كثيرا في المناظرة الماضية ولم يستطيع إيقافه عن الحديث طبعا الآلي تقول يأتي إلغاء المناظرة رغم أن 175 طبيبا أكدوا أن مناظرة بايدن وترامب في ميامي كان يمكن إجراؤها بأمان هنا ترحى السؤال هل كان أصلا ترامب مصابا أو حتى يعلم بإصابته في المناظرة الأولى نيكولاس يقول هل تعتقد أن ترامب ذهب إلى مناظرة الأسبوع الماضي وهو يعلم جيدا أنه يمكن أن ينقل العدوى إلى بايدن في هذه التغريدة أيضا لأرون يقول لقد استنتجت أن البيض الأبيض لن يجيب على أسئلة أساسية حول وقوع أو حدوث الاختبار السلبي الأخير لترامب لأنه من المحتمل أن يعرض جو بايدن بتهور لفيروس كان من الممكن أن يقتله في المناظرة الرئاسية الأولى أصبح الأمكان شككونا كثيرا بترامب ولا يعلمون فعلا أن كان يتكلم بشكل صحيح خصوصا أنه يتهكم صحيا على منافسه ليست المرة الأولى التي تذهب على بايدن سبقه على هيلر كليمتون أيضا الكثير من التساؤلات حول أن كان فعلا أصيب بفيروس كورونا وأن كان يخفي بعض المعلومات عن إصابته وعن وضعها الصحي ترامب استحترى بالفيروس كما كان واضحا منذ بداية انتشاره في الولايات المتحدة شوفيا مع توفر كامل الأمور الضرورية من أمور صحية وغيرها ما دعا عمال البيت الأبيض ما دعا فريق البيت الأبيض هل فعلا تم تأمين كل ما يلزم لعلاجهم لنشاهد واندعوا البقية هل فعلا مؤذرت نعم التصوير مع سعيد؟ هل فعلا مؤذرت على يساورك يجب أن تدعاء هل فعلا أمور السعيدة هل فعلا في التحاين أصابت السعادات ويطرات ويطرات تنميان وليس مساعدت النعم واحدة ويقدر التزارط Startup لكنهم مستحيلي تنميّ تنميّ الموأة في موأة ويقع تنة التعتيب الخاصة، أن الeez Incredicaн Service قد أ stressingother记coloات ودائة السبب والثائجات الشيخية الشيخ يرغب وللحظة ليسروح ضروره لم يتم أخيصان لا يapterها مع الهددات لا يتم مستخدموا المنصد للع prescribe لا يتم الأحدث ونمثل لا يتم تجلدي بشأنهم يح Venille في التواصل، فقط يجب أن يجب أن يطلقون. دونالد ترامب أنه لا يتهمه عن المساعدات لعمريكيين. بالفعل الضجة التي أعطيت على مرض الرئيس الأمريكي وربما لم تعطى أكثر من 215 ألف وفات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا. الجديد في الموضوع فيروس كورونا في الولايات المتحدة محمد أنه ضرب البلاد قبل شهر وأكثر من الإغلاق والحظر الكامل في البلاد. وهو أمر تجهلته السلطات وأخفته. ولم يقم أحد بالبحث عنه. وهذا ما كشفته مجلة وولستريت جورنال بتحقيق بيانات لها. يظهر أنه بدأ انتشاره في الولايات المتحدة منذ تقريبا 1 فبراوري قبل أكثر من شهر على الإغلاق في البلاد. واستمر في الانتشار إلى أول آذار. حيث ظهرت أول عشر حالات بشكل واضح في أحدى الولايات. واستمر الحديث عن إن كان فعلا لم يتم الاهتمام منذ البداية بهذا الأمر. وتم تجهله أم لا؟ طبعا. بعيدا عن أخبار ترامب وكورونا في أمريكا. أيضا لا يزال لاستراع أذربيجان وأرمينيا في أقليم نجورنو كارباخ. موضع تفاعل بين جمهوري البلدين وعلى امتداد المنطقة بين الجاليات الأرمانية المنتشرة. سواء في لبنان، سوريا أو يونان وتركيا أيضا. على وقع المسعى الروسي السياسي لإيجاد حل سياسي. بداية من هدنة إنسانية. طبعا تزامن ذلك مع استمرار المناوشات بين جمهوري البلدين على منصات التواصل. خصوصا في ظل خرق وقف إطلاق النار من قبل السلطات الأذربيجانية في كرام خيبيلي منطقة كرام خيبيلي الأذر في أرمينيا. التي بحسب هذا الحساب لأن تيلة تقول على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية. هجمت أذربيجان المنطقة منتصف الليل. وقوات أردساخ تتخذ الإجراءات المناسبة لوقف الهجوم مع هاشتاك ستوب علييف. طبعا رئيس أذربيجان. بالفعل الضجة أو الاشتباكات في ناجورنو كرباخ تغط على المشهد في الأوينة الأخيرة. هنا مثلا نارين نشرت صورة للرئيس التركي رجب طير أردوغان والرئيس الأذربيجاني أصلا أيضا إلهام معليف. وعلقت بالقول أمة واحدة ودولة واحدة ومجرمين دعية إلى فرض عقوبات على أذربيجان وتركيا قبل فوات الأوان. وفي تغريدة أخرى يتساءل أحدهم هل تعلم أن أسهل طريقة لحل سلمي ووقف فوري لإطلاق النار. هي طلب الانسحاب فوري للقوات الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية. كما هو مذكور في أربع قرارات ماضية للأمم المتحدة بهذا الخصوص. على الساحة الفرنسية إطلاق صراح الرهينة الفرنسية سوفي بيترونين كان يأخذ الكثير من الجدل ما بين سلبي وإيجابي. ما بين أشخاص على تويتر كانوا مع هذه الخطوة وأشخاص انتقدوا هذه الخطوة لأبعاد معينة بمقابل مقاتلين ماليين. طبعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان غرد وتوجه إلى الشعب الفرنسي بل قول الفرنسيون وأنا سعداء برؤيتك عزيزتي مرحبا بك في وطنك. سلسلة ردود فعل جاءت على هذا الصياق. سيلفي تقول توقف عن التحدث نيابة عننا جميعا أنت تخجيلنا. جون يقول سوفي تعود إلى مالي غدا. فرنسا دفعت 9 ملايين يورو مقابل الإفراج عنها وهي ستغادر. إذا اختطفت مرة أخرى هل سندفع مرة أخرى؟ لماذا لا تشترك مع الجهاديين؟ فيكون ذلك أرخص بالنسبة لنا. وفي تغريدة أيضا ردا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول أحدهم أنه للأسف ستكلف عودة سوفي خسائر فادحة في الأرواح البشرية. إذا كان هناك بالفعل إطلاق صراح لجهاديين مقابل إطلاق صراحها. أما كارول في تغريدة لها تقول أنه الآن يجب أن نصلي حتى لا يقتل 200 جهادي المفرج عنهم الكثير من جنودنا في مالي أو الأبرياء في هجمات. وتتكرر الهجمات أيضا في مالي في الأونة الأخيرة بشكل كبير. بعد حظرها في أمريكا الآن تيك توك تحضر في باكستان. صحيح تحضر تيك توك في باكستان. ولكن كما تقول السلطات لأسباب أن هناك فيديوهات تنشر بشكل غير أخلاقي بشكل كبير. وأن المسؤولون عن التطبيق لا يقومون بأي إجراء لإيقافها والحد منها. هذا المحتوى الأخلاقي انتقدته السلطات في باكستان. وقالت أنها ستعيد النظر في هذا القرار. إذا تحركت الشركة وقامت بخطوات لمنع هذا المحتوى. طبعا كان هناك تضارب في المواقف والأراء. ما يبعين مشجعا ومعارض لهذه الخطوة. في هذه التغريدة لساقب يقول شيء جديد في 2020. الحمد لله تيك توك محظور في باكستان أيضا. هذا الحساب يقول بدوره لإبرار أحمد خان. شكرا جزيلا على حظر تيك توك في باكستان. نتمنى أن نراه مرة أخرى مدى الحياة آمين. مقابل هذه السعادة كان هناك امتعاض من حظر التطبيق. هنا عبدالله يقول لست معجبا بالتطبيق. ولست من مستخدميه أيضا. ولكن الحكومة يجب أن ترى الإحصائية. تكسب الكثير من الأشخاص المال في باكستان من وراء هذا التطبيق. والفعل في كل أنحاء العالم الكثيرون يكسبون المال من خلال نشاطهم على تطبيق تيك توك. ومحتوى تيك توك يقول أنه مماثل لكثير من المحتوى أنه على فيسبوك أو التطبيقات الأخرى. فلماذا يحجب تيك توك ولا تحجب التطبيقات الأخرى؟ طبعا في آخر عنوين إلى هذا اليوم. كيف يمكن لكورونا أن يقلب هوليوود رأسا على عقب؟ يعني كورونا قلب العالم رأسا على عقب. وأيضا هوليوود خسارة كبيرة في الصناعة السينمائية هذا العام. الكثير من الأفلام تم تأجيل عرضها أو حتى تصويرها في هذا الرسم البياني لفينانشل تايمز ديتا. توضح فيه كيف تم تأجيل العديد من الأفلام الضخمة التي تتجه هوليوود ودفعت عليها مبالغ طائلة أيضا. مثلا حتى فيلم The Batman تم تأجيله من 2021 كان مفرد العرض إلى 2022. والكثير من الأفلام الأخرى حتى تقول المجلة أن الوباء ضيع هذا العام السينمائي المهم لهوليوود. مع هذا الخبر نصلوا إياكم مشاهدين الكنوية إلى ختام هذه الحلقة. لم يبقى سوى التذكير بمنصاتنا. صحيح محمد. كل هذه المواضيع وغيرها المقالات والتحقيقات والقصص الاستفاعلية والفيديو نجدها على موقع الميدين باللغة العربية www.medin.net طبعا موقعنا باللغة الإسبانية www.medin.net كل حساباتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر و حسابنا الرسمي على إنستغرام و حساب بالفعل هناك الكثير من المحتوى المختلف خاص لمتابعي و محبي إنستغرام و أيضا تطبيق الهاتف الإلكتروني. شكرا لكي استجعى. شكرا أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام لطيب المتابعة. نلقاكم في حلقة جديدة من أنتم أونلاين. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة